الله 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 يا الله الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته واشهدوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهدوا أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المباركون فإن الصالحين لا يطلبون من ربهم شيئا أعظم من رزق يكتفون به ونور يهتدون به والنور لا يكون إلا من عند الله قال الله جل وعلا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور والنور مظانه الحقيقية كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والله يقول في كلامه العظيم وهو أصدق القائلين نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء هذا البرنامج عنوانه الأكبر نور على نور ثم تندرج تحت هذا العنوان الكبير عنوانه متفرقة نحن في كل لقاء مبارك بعون الله نتدارس إما آية وإما حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولريب أن في الآية والحديث النور المبين لمن أراد أن يستقيم أما كيفية هذا التدارس فإننا سنتدارسه تدارسا موسوعيا ننم فيه بالمعاني المجملة للآية والمعاني المجملة للحديث نفي إلى أفياء اللغة نرتع في رياض الأدب قبل ذلك نأخذ العظات الإيمانية أحكام فقهية إن وجدت دلائل تاريخية إن وطنت هذا كله سنجده إن شاء الله تعالى في كلام الله تبارك وعلا وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم حلقة هذا اليوم تحمل عنوان نبأ الخصم وهي تعنى ببضع آيات متتابعات من صورة صعد قال الله جل وعلا وهو أصدق القائلين وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسور المحراب إذ دخلوا على داود فزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط وهدنا إلى سواء الصراط إلى آخر الآيات التي ختمت بقول الله فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفة وحسن معب قال الله جل وعلا وهل أتاك نبأ الخصم هذه الآيات المخاطب فيها أولا رسولنا صلى الله عليه وسلم ثم كل من يقرأ القرآن من هذه الأمة ولفظها الأداة من أدوات الاستفهام والعرب لها في أدوات الاستفهام قسمان أحرف مثل هل وإن ولها أدوات أخر مثل أن وعين وكيف لكن هذه أسمع قال الله جل وعلا وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسور المحراب تشعر اللفظة بتسور المحراب أن هناك تجاوز للحد فهؤلاء خصم أي قوم متخاصمون دخلوا على نبي الله داود عليه السلام وداود أحد أنبياء بني إسرائيل العظام فربنا يقول وهل أتاك نبأ الخصم هل خبر الخصم قضية أولئك القوم عندما دخلوا داود أتتك أيها النبي الكريم قطعا لا فهذا الاستفهام ليس استفهام جاهل تعالى الله عن ذلك لكنه استفهام سيقا وجيء به لبيان التشويق وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسور المحراب لفظ تسور المحراب تشعرك أيها المتلقي أن هؤلاء الخصم لم يأتوا المحراب من بابه والسؤال هنا ما المحراب المحراب فيما يدل عليه ظاهر القرآن مكان مرتفع نسبيا يأوي فيه العباد والصالحون للاعتكاف والعبادة ومنه قول الله جل وعلا في قصة مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب هنا يقول الله وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسور المحراب فالتسور يدل على أنه لم يدخل المحراب من بابه وعلى أن المحراب مرتفع إذ دخلوا على داود قال العلماء من حيث الصناع النحوية إذ دخلوا على داود كأن الجملة بدل من قوله تبارك وتعالى تسور المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم لا بد من سبب هناك وجد يجعل داود يفزع وهذا إن تأملت النظر وأحكمت التمع وجدت أن له سببين السبب الأول أنهم دخلوا من غير الباب والسبب الآخر أنه دخلوا بخلاف الوقت ذلك أن داود كان قد اتخذ وقتا يفصل فيه بين الناس للحكومة والقضاء لكن أولئك النفر المتخاصمين لم يأتوا في وقت القضاء والحكم ولم يأتوه إلى محرابه من بابه فأوجب ذلك فزعا في قلبه قال الله جل وعلا إذ دخلوا على داود ففزع منهم هنا ننيخ المطايا ونقول يغلب على ظننا والعلم عند الله أن داود فزع لأنه ظن بهم سوءا ظن بهم سوءا كأن يريدوا أن يغتالوه مثلا وهذه نحن محتاجون إلى ذكرية هنا سيأتي لها غير حديث في آخر لقائنا قال الله جل وعلا إذ دخلوا على داود فزع منهم لكن أولئك النفر طمأنوه على أنهم ليسوا كما ظنهم إذ دخلوا على داود فزع منهم قالوا لا تخف وهنا عندما أعطوه الأمان وأخبروه بخلاف ظنه فيهم يجعله أقدر تلقيا على أن يقبل منهم لأن الخائف في الأصل لا يمكن أن يقبل حديثه فالخوف من التهديد من الوعيد من السلاح الذي في يدك يجعله لا يقبل منك كلاما ولهذا قال الله في حق دعوة بعض الكفار فأجره حتى يسمع كلام الله لأنك إذا أجرته أدخلت الأمن في قلبه وإن أدخلت الأمن في قلبه كان حريا أن يفقى عنك فقال الله جل وعلا عنه هنا أنهم قالوا لا تخف ثم ذكروا له الأمر خصماني بغى بعضنا على بعض بعض أهل العلم يرى أن الداخل على داود مجرد رجلين وآخرون يرون أنهم أكثر من رجلين بمعنى أن لكل رجل أتباع وهؤلاء نظروا إلى واوي الجماعة تسوروا دخلوا بغى بعضنا هذه كلها ألفاظ جئت بصيغة الجمع توحي إليك أن القضية ليست محصورة في رجلين وكل الحالين وارد يقول الله جل وعلا قالوا لا تخف خصماني بغى بعضنا على بعض فاحكم لأن داود كان من مهامه أن يحكم بين الناس فاحكم بيننا بالحق أي بالعدل وهو مطلب لكل أحد في الغالب ولا تشتط أي لا تمل واهدنا إلى سواء الصراط لفظ هدى ظاهر الدلالة والمعنى وقد جاء في القرآن متعديا بحرف الجر إلى وغير متعد بحرف الجر إلى فمن إتيانه في القرآن متعديا بحرف الجر إلى كما في هذه الآية وقوله جل شأنه وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم وأتى غير متعديا بحرف الجر كما في الآية الشهيرة في سورة الفاتحة التي نقرأها مرارا في صلواتنا قال الله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم ووجه التفريق أن القائلين اهدنا الصراط المستقيم يتلوها الإنسان في صلاته وعندما يقول المؤمن اهدنا الصراط المستقيم وهو يقرأ الفاتحة فهو يقولها في حال إيمانه فهو يطلب زيادة في الإيمان لكن الفعل هدى يتعدى بحرف الجر في حالة لم يتلبس العبد بالهداية أصلا ومنه قول الله جل وعلا هنا على حكاية عن الخصمين وهدنا إلى سواء الصراط فهذان الرجلان في ظاهر أمرهما ينشدان العدل وسواء الصراط من داود بعد هذا الإجمال منهما أخذ يذكران لداود عليه السلام خبرهما فقال كما قال الله واهدنا إلى سواء الصراط تكلم أحدهما قال إن هذا أخي ولفظ أخي في القرآن واسع الدلالة فأحيانا أيها المبارك يأتي ويراد به الأخ لأمك وأبيك يراد به الأخ لأمك وأبيك كقول الله جل وعلا عن موسى أنه ناجى ربه بقوله وأخي هارون هو أفصح مني لسانع فهارون عليه السلام أخ لموسى من أمه وأبيه ويأتي أخ بمعنى الشبيه يأتي بمعنى الشبيه سواء كانت شابها في الاعتقاد أو تشابها في الأفعال ومنه قول الله جل وعلا في سورة الأعراف كلما دخلت أمة لعنت أختها كلما دخلت أمة لعنت أختها بمعنى لعنت شبيهتها مثيلتها في الاعتقاد والأفعال الكفرية وتأتي بمعنى الشريك وهيها هنا قال الله جل وعلا إن هذا أخي أي شريك ويدل عليه ما بعده إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة له أن يملك تسع وتسعون نعجة هل المقصود بالنعجة هنا الدابة المعروفة أو المقصود المرأة بكل القولين قال العلماء فمن قال إنها المرأة عنده قراء لغوية أنه ورد في كلام العربي أن العربة تطلق على المرأة هذا المسمى وقرائنه الأخر أنه في زمن داود وفي زمن سليمان عليه السلام كان باب النكاح واسعا بحيث لا يحدد العدد من النساء إن أبقينا القرآن على ظاهره وهو الذي أرتئيه وأختاره والعلم عند الله فإن النعجة هي الدابة المعروفة فيصبح المعنى إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة الأمر على ظاهره فهذا أحد الشريكين يخبر نبي الله داود أن أخاه يملك تسع وتسعين نعجة ثم طمع في النعجة التي مع شريكه ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها أي طلب مني أن أضم نعجتي إلى نعاجه فقال أكفلنيها وكأن هذا الشريك الأول أوتي حظا من بلاغه أوتي قدرة من بيان أوتي قدرة من تسلط قال وعزني أي غلبني في الخطاب أي لم أقدر على أن أمتنع من أن يضم نعجتي إلى نعاجه قبل أن ننصرف نزدلف إلى نظر داود في القضية نقول من باب الاستطراد العام النعجة من الغنم والغنم جاء فيها أحاديث فصلى الله عليه وسلم يقول الشات من دواب الجنة الشاة من دواب الجنة ويقول كما في حديث أمي هاني عند الطبراني وغيره اتخذوا الغنم فإن الغنم بركة ويقول بعض العلماء المعنيين بالتاريخ والتدوين والتأمل في شؤون المخلوقات يقولون ليس من الدواب أحد أكرم على الله من النعجة فلذلك سترى عورتها ليس من الدواب أحد أكرم على الله من النعجة فلذلك سترى عورتها هنا هذه النعاج كما قلنا ذكرها يسمى الكبش وقد تعمدنا أن نذكر ذكرانها هنا لأمر عند العرب غريب وهم أن العرب في كلامهم في حياتهم في ثقافتهم لا يوجد شيء يعني يحكمهم في معيار ما يتحدثون به فالنعجة عندهم حيوان ضعيف أليف ولذلك يطلقونه على المرأة كما في شعر عنترة لكنهم يأتون للذكر من هذه البهيمة من الأنعام فيجعلونه رمزا للقوة رمزا لسيد القوم فإذا قالوا كبش القوم يقصدون السيد الذي لا ينازع الرئيس المقدم الفحل الكبير كلها ألفاظ متقاربة مترادفة يكنون عنها أحيانا بالكبش قال عمر بن معدي كرب لما رأيت نساءنا يفحصن بالمعزاء شدة وبدت لميس كأنها بدر السماء إذا تبدأ نازلت كبشهم ولم أرى من نزال الكبش بدة هم ينذرون أخي وأنظروا إن لقي هم ينذرون دمي وأنظروا إن لقيت بأن أشد كم من أخري صالح بوأته بيدي لحدة موضع الشاهد قوله نازلت كبشهم ولم أرى من نزال الكبش بدة فهو يقصد بالكبش هنا سيد القوم وشجاعهم والمقدم فيهم وهذا كما قلت لا يوجد له ضابط في كلام العرب إنما هذا عمدته السماع فما سمعه من دون تاريخ العرب نقله إلينا وقبلنه كما هو قال الله جل وعلا هنا إن أحد الشريكين يقول لداود عليه السلام إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني أي غلبني في الخطاب فماذا كان حكم داود قال داود عليه السلام لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لكن السؤال هنا قول داود عليه السلام لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه فهم بعض العلماء أن داود عليه السلام لم يسمع من الشريك الثاني كيف يدافع عن نفسه وأنه تعجل في الحكم فحكم قبل أن يسمع من الآخر فقال لقد ظلمك بسؤال نعجته إلى نعاجك والقائلون بهذا القول بنوا عليه أن داود بعد ذلك استغفى ربه وخر راكعا وأناب وهذا تغييب لما يسمى في القرآن بإيجاز الحث وتغييب لأصل كبير والأصل العظيم هنا أنه لا يظن بنبي الله عليه السلام أن يعمد إلى الحكم مباشرة دون أن يسمع من الآخر فإن هذا في الغالب ولا نجزم والعلم عند الله في الغالب لا يغيب عن فقه ولا عن رأي ولا عن حكم ولا أمانة أقل القضاة شأن فلا يكاد يجهله أحد ومن الصعب جدا نسبته إلى نبي الله جل وعلا داود وبعض من العلماء الذين تبنوا هذا الرأي أن لا ينسب هذا الأمر إلى نبي الله داود العلامة بالزعد رحمه الله وبه أقول والعلم عند الله لكن الذي يظهر أن الآخر تكلم ففي القرآن إيجاز حذف فبعد أن سمع داود من الخصمين حكم قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه أي بطلبه منك أن تضم نعجتك إلى نعاجه ثم قال داود وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض الأصل في الشركاء كما قال الله هنا أن يبغي بعضهم على بعض هنا أعذرني أيها السامع الكريم والمشاهد البر أن نقول في ثقافتنا الحياتية اليوم يقول بعض عقلاء العامة وكم في العامة والحمد لله من عقلاء يقولون ثلاثة أحرف تسمى حروف شوك لا يقبلها أو لا يقبل العاقل أن يأتيها هذه الأحرف الشين والواو والكاف الشراكة والوكالة والكفالة فأكثر ما يسبب الخصومة بين الناس إما شراكة وإما وكالة وإما كفالة ولو أمعنت النظر في حياة الناس الطبيعية لوجدت هذا بينا ظاهرا لا يحتاج إلى برهان وهنا قال نبي الله كما حكى الله عنه وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض ثم استثنى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن النفس البشرية مجبولة على الظلم لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم وقد قيل فلعلة لا يظلم والظلم من شيء من النفوس فإن تجد ذا علة فلعلة لا يظلم ذا عفة فلعلة لا يظلم فإن وجدت رجلا متربسا بالعفاف لا يظلم فلعلة لا يظلم والعلة الحق في عدم الظلم غالبا التقوى أو خوفا ممن هو أعلى منك من الصلاطين وغيرهم نعود للآية فدود يقول وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ذلك أن أهل الإيمان والعمل الصالح يمنعهم إيمانهم وتقواهم لربهم أن يظلموا شركاءهم ثم قال داود مستدركا استدراكا آخر وقليل ما هم أي هذا الضرب من الناس قليل ودائما أهل الفضل قليل قال المتنبي إن النفيس غريب حيث ما كان إن النفيس غريب حيث ما كان وقليل ما هم ثم قال الله وهذا عود على بد وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب هنا توبة لنبي ظاهرة فالله يقول خر راكعا وأناب لكن ما الذي جعل داود يتوب ويستغفر نعود للبدأ قلنا في الأول إن الغالب أن هذين الخصمين دخل على داود في غير وقت حكومته ومن غير باب غرفته التي يمحرابه هذان السببان جعل داود يظن بإما سوءا ويقع في قلبه شيء من التهمة لهما فلما تبين له أنهما مجرد خصمين يسألان ويحتكمان إليه ندم على ما كان منه من سوء الظن بهما فيصبح قول الله جل وعلا ورن داود أن ما فتنا أي تبين لداود عليه السلام أن ما فتنا أي ابتلينا بدخول هذين الخصمين وقد قيل إنهما ملكان عليه فنجم في قلبه لدخولهما في غير وقت حكومته من غير باب غرفته هي التهمة لهما على هذا يصبح الأمر الذي وقع من داود لا يمكن أن يصنف في الكبائر ولا يمكن أن يجعل من الصغائر فهذا أمر قلبي من الخواطر والعوارض والنزغات التي تأتي عرضا ولا يكاد يسلو منها أحد ولا حتى الأنبياء فلا نقول هنا أن داود ارتكب شيئا من الذنوب لا صغيرها ولا كبيرة لكن بتأدب مع أنبياء الله نقول إنه فعل خلاف الأولاء قال الله جل وعلا وظن داود أن ما فتنا لكن المؤمن إن وقعت منه الخطأ أو وقع منه خلاف الأولى كما هو حال أنبياء الله العظام إنما يبادرون ويسارعون إلى التوبة والاستغفار ولا يرضون لأنفسهم البقاء على هذا الحال فقال الله جل وعلا فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب اتفقوا على أنه سجد لكن اختلفوا لماذا عبر باللفظ خر راكعا فقال بعضهم إن الركوع يطلقوا أحيانا على السجود وقال بعضهم إنه كان قائما فالركوع يصبح أول أحوال السجود وعلى العموم ظاهر الأمر أنه سجد وهذه سجدة نبي والله تبارك وتعالى يقول أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده من هنا ذهب بعض العلماء إلى أن هذا الموضع في القرآن من مواضع السجود قال الله جل وعلا فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك بيان لمنة الله جل وعلا على داود فغفرنا له ذلك أي ذلك الأمر الذي كان منه وهو خلاف الأولى وحتى لا يتوهم أن هذا الأمر الذي وقع من داود يجعل له تعجيلا أن هذا الغفران من الله لداود يكون به تعجيل طيباته في الحياة الدنيا قال الله ليقطع السبل على نزغات الشيطان فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفة وحسن مآب فالآخرة موعده والجنة مرتعه ورضواننا حال عليه فله عندنا أعلى المنازل وأرفع الدرجات ولو كان منه ذلك الأمر فإن الرب تبارك وتعالى أكرم وأجل وأعظم من أن يغفر ذنبا ثم يحاسب عليه هذا يتنافى مع الغفران هذا أيها المبارك النور الذي اقتبسناه من قول الله جل وعلا في عن نبيه داود وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود أفزع منهم ونرجو الله جل وعلا أن نلتقي في لقاء قريب مع هدي آخر من نور مشكات نبينا صلى الله عليه وسلم نسأل الله أن يبلغنا وإياكم ذلك بعفوه وعافيته هذا ما تجسر إراده وتحرر إعداده وعانى الله على قوله وصلى الله على محمد وعلى آله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله 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 الله